طيب خلينا نروح لملعب مختلط تتش جوه الأهلي في الجزيرة ونشوف فاروق صلاح يكلمنا على اللمسات الأخيرة في تمرينة النهاردة حالة التركيز الوجوه اللي ممكن تظهر في مباراة بكرة فاروق مساء الخير مساء الخير زميلي أحمد كل التحاليك وكل التحالي كل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان ومتابعي برنامج للسادسة واسمح لي زميلي أحمد خليني أشيد بك تحليل أكثر من رائع لمباراة الأهلي واسموحها وأنا شخصيا عجبني عنوان مباراة لتخلق من الدوافع خاصة بعد فوزة طبعا فوزة طلع الجيش على فيوتشر بالأمس بيزيد من صعوبة اللقاء هي طبعا مباراة دوافع ما بين الأهلي بالتسع نقاط اللي طبعا تحت الطلب اللي إن شاء الله للنادي الأهلي إن شاء الله يقدر يحقل تسع على نقاط الفاصلة إن شاء الله وأيضا فريق سموحها اللي بيطمح أن يكون موجود في المربع الزابي أيضا من أجل المشاركة الإفريقية فهي بالضبط فعلا زميلي أحمد خلييني أشيد بالعنوان هي مباراة بالفعل اللي تخلق من الدوافع خلييني أتكلم أكثر يمكن يا فاروق أنت عارف الناس كل مباراة النهاردة بتبقى حط أديها على قلبها خايفين من الإصابات مستنين اللعيبة المصابة تبقى جاهزة في أسرع وقت ممكن فخلينا نتكلم على جاهزات الفرقة قبل في لعيبة الحقيقة يمكن استغلت الفرصة فرصة الغيابات بشكل كبير جدا وظهر ده في المطشاط الأخيرة تقلق طهر محمد طهر كوكا ربيعة محمد هاني وقت الجد لقناهم الحقيقة وقفين على رجلهم الشناوي طبعا في المطش الأخراني فبالتالي خلينا نطمن الأول على لعيبتنا ونشوف مين ممكن يكون داخل في حسابات الجهاز الفني قبل مواجد سموحها بكرا إن شاء الله يعني خليني زميل أحمد أطمنك على العودة السوداسي عودة حمدي فتحي عودة حسين الشحات عودة علي معلول عودة أيمن أشرف وأيضا يعني محمد عبد المنعم والعيبة وعمر السلالي طبعا كان حصل على راحة بالأمس وأيضا عودة علي لطفي خلينا أكد لك جهزيتهم التمى لمباراة سموحها النهاردة شفناهم في التدريب أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلا الجهزية الطبية ليهم في الدخول للتدريبات الجماعية وأيضا الجهزية الفنية زي ما أكد لنا كابتن سيد عبد الحفيز النادل آيلي إن شاء الله سيستحب السوداسي إن شاء الله إلى الأسكندرية طبعا مباراة في غاية الأسعوبة لكن خليني زميل أحمد وأنت بتتكلم على نقاط أننا نطمن الجمهور على اللعبين المصابين وأيضا اللعيبة اللي استغلت الفرصة زي كوكا زي طير محمد طير عايز أتكلم على عقلية لعيب النادل آيلي كزميل أحمد في التعامل مع الإصابة عقلية لعيب النادل آيلي الكسل ما تلاقوهش موجود عند لعيب النادل آيلي لعيب النادل آيلي بيبقى يعني الجلسات الموضوعة والبرنامج التعييلي اللعيب نفسه عنده الشغف إنه يرجع لأرض الملعب عنده يعني التصميم الإرادة ودي عقلية بتميز لعيب النادل آيلي تلاقي اللعيب يعني في الفترة الأخيرة حمد فتحي بيلتزم تماما بالبرنامج التعييلي علي معلول ومدى جهزيتهم بيوظبوا تماما على ما تلاقيش يا زميل أحمد أنا عايز أقول لك بالعقب يعني باللغة العامية ما فيش لعيب يتأخر عن الأمور اللي هي الخاصة بالجلسات التعييلي أو لعيب يتكاسل عن هذه الأمور دي عقلية لعيب النادل آيلي وبالتالي اللعيب بتصابق الزمن ويبقى بعودتهم قبل الموعيد المحددة النهاردة شوفناه وجل الجميع بيتقلق في المران اللي كان انطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف قبل المران كان فيه محاضرة فنية للكابتن سامي أمصان مع اللعبين طبعا أشاد باللعبين على مباراة بيرامدز وقال عايز أستغل زي الروح في الفوز إن شاء الله وتحقيق الانتصار على فريق سموحة وطبعا نتكلم على النقطة اللي أسرتها وهي فوز فريق طلع الجيش على فيوتشر إنه بيزيد من صعوبة اللقاء وأشاد بفريق السموحة وقال فريق محترم ودايم من مباراته معنا بتزيد صعوبة وقال يعني إن شاء الله عايزين ناخد المرحلة مرحلة السموحة ثم بترجيت ثم الجنة مرحلة مهمة جدا لازم إن احنا نحقق هذه المباراة دون النظر تماما لأي أمور تصار على الجهاز الفني القادم الفريق بيحصل له فصل تام أنت داخل ملعب مختار التيتش كل الحديث بيدار على المباراة القادمة فيش أي أمور تدار خارج أروقة ملعب التيتش عن أي أمور لانتظار طبعا كل الأمور اللي بتخص المجلس قدارة النادي الأهلي والأمور اللي يتم إعلانها من خلال النادي الأهلي أطمنك أيضا على مدى الجهازية الفنية لبعض اللعبين طبعا اللي شاركوا فيه المباراة الأخيرة أمام بيرامدز كل اللعبين النهاردة اللعبة بتحاول تثبت حقيقتها الجميع بتتصابق اللعبة بتتصابق من أجل نيل شارف المشاركة فيه المباراة وده أمر بيضع الكابتن سامي أمصان في حيرة من أمر إن شاء الله لاختيار التشكيل إن شاء الله يختار التشكيل الموفى لهذه المباراة ويكون لعاب النادي الأهلي قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المباراة زميلي أحمد أنا معك